أكد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد اليوم الخميس استعداد بلاده لاستيناف مفاوضات سد النهضة مع مصر والسودان وقال أبي أحمد خلال دورة العادية الثامنة والعشرين لمجلس النواب الإثيوبي إن التعبئة الرابعة لسد النهضة ستمتد حتى سبتمبر المقبل كي لا يتم إلحق الضرر بدولتي المصب مصر والسودان بحسب تعبيره فيما يتعلق بالسودان ومصر هي شعوب شقيقة لنا وننظر إلى شكواها بعين الاعتبار ونؤكد أن سد النهضة لن يلحق الضرر بهم العام الماضي احتفنا بالملء في منتصف يوليو هذا العام تم تأجيل التعبئة إلى شهر السبتمبر القادم حتى لا يؤثر على تدفق المياه لدولتي المصب السد هو لأغراض تنموية ولن يكون له تأثير على مصر والسودان ونحن مستعدون لاستئناف المفاوضات مع أشقائنا ونتوقع نتائج ملموسة ونريد أن يكون الجميع مستفيدا للحديث حول هذا الموضوع معنا عبر انترنت من القايرة دكتور نجلاء مارعي أستاذ العلوم السياسية وخبيرة الشؤون الإفريقية ومعنا كذلك عبر انترنت من أديس أبابا الكاتب الصحفي عبد الشكور عبد الصمد ورحي بضيفي يبدأ بك دكتور نجلاء دكتور نجلاء إذن رئيس الوزراء الإيثوبي أبي أحمد يقول إن بلاده مستعدة لاستئناف المفاوضات بينها وبين مصر والسودان وكذلك يقول إنهم سيمددون أجل الملء الرابع إلى شهر سبتمبر حتى لا يتم إلحاق الضرر بدولتي المصاب مصر والسودان كيف تبعطي ذلك الحديث وكيف يمكن أن يغير ذلك من مسار الأحداث في مصر هذه التصرحات اليوم مردود عليها في ثلاث نقاط جوهرية هبدأ بالنقطة الأولى أن تصريح السيد أبي أحمد بأن الملء لن يؤثر على دولتي المصاب كما حدث في الملء الأول والثاني والثلاث وهذا مردود عليه أن الملء الأحادي له تأثيرات سلبية على الدول الثلاثة على فكرة آخرها كانت حالة الارتباك في تشغيل السدود الأسيوبية والسودانية اللي حزث في الأيام الماضية ده كان نتيجة عدم استخدام المياه بانتظام على مدار العام لتوليد الطاقة الكهربائية طبعا نتيجة حرب التجري ونقطة الجوهرية الأخرى وهي نتيجة الملء الأحادي اللي اتخذته أسيوبيا على مدار الثلاث سنوات الماضية اللي قدت لحالة ارتباك في حالة تفريغ للمياه الموجودة في أسيوبيا اللي وصلت مداها لتممية متر تقريبا يعني في الحقيقة أن القرارات الأحادية اللي بتتخذها أديسة بابا سواء في مراحل التخزين أو التشغيل أو الملء من حيث الكمية طبعا بتؤدي لتخبط السدود في السودان وأيضا في المزيد من الحرص من جانب مصر فيما يتعلق بتشغيل سد النهض السد العالي وفيما يتعلق بالخطط السياسية الزراعية الخاصة بـ 2023 و2024 وفيما يتعلق باتخاذ المزيد من الإجراءات التي هي الاحترازية مثل تحديد مساحة الأرزة مثلا التوسع في إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعي وغيرها إذن الملء الأحادي يؤثر على مصر والسودان النقطة الأخرى الدعوة لاستئناف المفاوضات أين هذه المفاوضات؟ سيد أبي أحمد سبق وإن صرح الشهر الماضي بأن الأحداث في السودان ستعوق أي إجراء مفاوضات مقبلة ولا ننسى أن المفاوضات متوقفة منذ إبريل 2021 اللي هي كانت فيك إنشاسة نتيجة رفض أثيوبيا لوسيقة الكنغو الديموقراطية اللي متعلقة بتحديد فترة زمنية وتوقيع اتفاق ملزم وأيضا لا ننسى أنه على الرغم من في 15 ستمبر 2021 أصدر مجلس الأمن البيان الخاص بدعوة الدول السلاس لاستئناف المفاوضات بحسن نية ولكن وتحديد أهم ما جاء في هذا البيان هو تحديد إطار زمني معقول لسياغة نص قانوني يعني يرعي جميع الأطراف ومع ذلك أثيوبيا تعلن اليوم أن هي مستمرة في الملء الرابع بدون إرادة مصرية أو سودانية وهذا يعني من وجهة نظري الأمر الثالث المتعلق بالتحليل اللي هو الجنوح لفرض الأمر الواقع على دولتي المصاب في تحدي سافر للإرادة الجماعية للمجتمع الدولي ومنها مجلس الأمن بالحقيقة أنا شايفة إعلان اليوم هو بمثابة إعلان لحالة صراعية بين دول حود النيل السلاس وخاصة إحنا شايفين الأزمة التي تعاني منها السودان حاليا وتطورات الوضع العسكري فيها اللي هيينعكس بالسلب على ملف أو تفاهمات الخاصة بصد النهضة وعلى مصر أيضا بالحقيقة أن الخطوة دي أنا شايفاها أن هي سياسيا أكتر منها تنمويا وأكتر منها اقتصاديا لأن ما زالت أديسة بابا مستمرة في التصرفات الأحادية دون مراعاة طبعا ما يحدث أو التأثيرات السلبية على مصر والسودان نعم إحنا شايفين أن هناك مخاوف أصلا مصرية على فكرة مش بتتعلق بسد النهضة بس دي بتتعلق بعدم توقيع اتفاق ملزم ممكن تستند إليه تكون سوابقة قانونية تستند إليه أديسة بابا وتستند إليها دول المنبع في إقامة العديد من السدود مستقبلا دون مراعاة دولتي المصر اسمح لي دكتور نجلاء بنقل وجهة النظر هذه إلى الكاتب الصحفي عبد الشكور عبد السمد سيد عبد الشكور إذن إذا سألتك عن هذا التصريح من قبل وزير الخارجية عفوا رئيس الوزراء الإثيوبي بشأن استئناف المفاوضات ما هو الأساس الذي ستستأنف عليه إثيوبيا المفاوضات إن كانت هناك إمكانية الاستئنافة في ظل الأوضاع التي تشهدها السودان كما قالت ضيفتي هل ستذهب إثيوبيا إلى توقيع اتفاق ملزم حتى بعد إنهاء الملء الرابع؟ أهلا وسهلا بك وبدكتورة نجلاء ومشاهديكم والكرام أنا كنت منتظر من الدكتورة نجلاء أن ترحب بهذه المبادرة وإذا بها فهي تضرب بها عرض الحائط إجابة على سؤالك أستاذ الفاضلة أثيوبيا هي عرضة المشاركة وأبدت كامل استعدادها للتعاون وحتى رئيس الوزراء اليوم أيضا أشار إلى أن هناك تصور لمشروع يشرك الدول الثلاثة وكل دول حوضانين للاستفادة من الموارد بصورة مشتركة أعتقد التفكير الإيجابي والتفكير بصورة جماعية بما يخدم الجميع وبما يحقق مصرحة الجميع هو الذي يجب أن نستهدفه ويجب أيضا أن يكون خطابنا حقيقة يعني يجمع ولا يفرق وهذا ما يجب أن يكون فأثيوبيا عندها رغبة العودة إلى المفاوضات وعرضت ذلك مرارا خلال الفترة الماضية على الأقل خلال السنة الماضية أحداث السودان وظروف السودان بعد تغير حكومة السودان وتغير السياسي الذي حدث في السودان نتيجة خروج رئيس الوزراء عبدالله حمدوك من السلطة وما تلا ذلك أثر على موقف السودان القانوني والحقوقي بتجميد عضية السودان في الاتحاد الأفريقي وباعتبار الاتحاد الأفريقي هو الذي يرعى المفاوضات وأيضا هذا ما اتفقت عليه الدول الثلاثة وهذا أيضا ما أمر به مجلس الأمن الذي ذهبت إليه مصر فبالتالي في ظل تجميد عضية السودان لا أعتقد قانونيا لا يمكن أن يتأتى استيناف المفاوضات هذه هي المشكلة الرئيسية وليس لأن أثيوبيا ترفض أثيوبيا لم ترفض توصل إلى الاتفاق وإنما ترفض الإملاء أو الاستجابة لإملاءات التي تحدث من الأشقاء في مصر ونحن دائما نكرر حتى رئيس الوزراء قالوا اليوم إخوارنا وجيراننا فبالتالي الرفض هو لها للإملاء واشتراط الحصول على التزام من أثيوبيا بنسب محددة وبحصص محددة وتم التوافق ما بين الدول الثلاثة أن يكون التفاوض حول سد النهضة من حيث التعبئة والتشغيل وليس من حيث تقاسم مياه النيل وتقاسم مياه النيل يجب أن يكون عبر مبادرة اتفاقية عن تيبي التي تشمل كل دول حوض النيل الأحد عشر في ظل غياب كل دول حوض النيل التسعة الأخرى لا يمكن أن يحدث تقاسم مياه النيل لأن ذلك سيؤثر على العلاقة الأخوية والشراكة في المصير ما بين هذه الدول وهذا ما تحرص عليه أثيوبيا من حيث القانون ومن حيث الأخلاق ومن حيث أيضا حتى القانون الدولي الذي في روحه يدعو إلى التعاون مصر صحيح احتياجات مصر تتزايد ولا يمكن الاستمرار بهذا الشكل وهذا يتطلب أن يكون هناك بحث عن حلول بعقل جماعي وبنظرة ترائي مصرحة الجميع أما أن يكون هناك إخصار لطرف يعني مرعاة الطرف ضد على حساب أطراف أخرى أو أن يحدث هناك أيضا حقيقة تجني على الآخرين واستخدام ذرائع مختلفة وأحيانا أيضا حقيقة اللجوء إلى الآخرين والاستقوى بالآخرين هذه كلها لا تخدم لا مصر ولا تخدم السودان ولا تخدم أثيوبيا ولا تخدم قدوة الحوضانين العقل الجماعي والتعاون هو الذي يجب أن يحدث وهذا ما دعت إليه أثيوبيا وكرره رئيس الوزراء اليوم أمام البرلمان الأثيوبي بالتالي حقيقة نتمنى من الإخوة ومن الأشقاء في مصر أن يستغلوا هذه الفرصة ولا يفوتوا الفرصة كما حدث في 2009 عندما عرضت أثيوبيا الشراكة في سد النهضة من حيث التمويل والتنفيذ والإدارة اليوم أثيوبيا تعرض مرة أخرى أن يكون هناك تعاون نعم اسمح لي بالعودة مرة أخرى سيد عبد الشكور إلى ضيفة دكتور نجلاء وأسألك دكتور نجلاء في ظل هذه القراءة التي قرأتها أنت لتلك التصريحات من قبل رئيس الوزراء الإثيوبي ما هي حيارات مصر إن كانت تقرأ أو الرؤية الرسمية لمصر تقرأ أيضا تصريحات بهذه الطريقة نعم في الحقيقة أني وزير الخارجية المصري أستاذ سامح شكري مؤخرا طرح فكرة أن هو الابتعاد عن الضغط في ملف سد النهضة وأن هناك اتجاه حاليا لتحقيق المصالح المشتركة الأمر الذي يستدعي من وجهة نظري حملة مكسفة من التفاوض مع أثيوبيا في المصالح المشتركة لوقت طويل لحالة هذا الملف الحساس وردا على أستاذ عبد الشكور مصر خلال العشر سنوات أرسلت رسالة تعاون لأثيوبيا عدة مرات على فكرة بأن نهر النيل للجميع والنهضة متضامنة مع أي فائدة للشعب الأثيوبي ولكن ليس على حساب مصر أو حساب الشعب المصري نحن لا نمانع استخدام أسد النهضة في الأهداف التنموية الخاصة بتوليد الطاقة الكهربائية ولكن نعلم أن السد أهداف سياسية واستراتيجية تحدثنا عنها كثيرا أستاذة حيات مصر قدمت والسودان أيضا استراتيجية تعاون بتتجاوز أصلا سد النهضة استراتيجية كانت شاملة بتعني دول حود النيل مجتمعين وقدمت أيام ديسلين قدمت عرض بأن يكون أثيوبيا منفذ على البحر الأحمر والعديد من الحزم التحفيزية ولكن أثيوبيا رفضت هذا التعاون هذا ردا على مبدأ التعاون بالعكس مصر ترحب بالتعاون ولكن نعم 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 وضحت الفكرة شكرا جزيلا دكتور النجلة مرأي أستاذة العلوم السياسية وخبيرة الشؤون الإفريقية كنت معانا عبر الانترنات من القاهرة وشكرا جزيلا لضيف الكاتب الصحفي عبد الشكور عبدالصمد كنت معانا عبر الانترنات من أدس أبابا لكم جزيلا شكرا مشاهدين المساء المستمرة وبعد الفاصل حرب ومواقع التواصل تشتعل بين إيلين ماسك ومارك زوكربيرغ مالك وفيسبوك يطلق تطبيق ثريتز لمنافسة تويتر ومالك تويتر يعلن مقاضاة شركة متا بالتهمة سرقة الملكية الفكرية اشتركوا في القناة